عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول آليات تحقيق العدالة الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري توناولت الورشة عدة محاور منها مفاهيم العدالة الاجتماعية وما تم إنجازه لتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى توصيات لاستكمال تحقيق العدالة الاجتماعية وأهمية العدالة الاجتماعية ومتطلباتها وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة الوصول إلى الأماكن الأكثر فقرا بالمحافظات وتوفير كل الخدمات بالمحافظات قلق غيرة والمحافظات المركزية بجانب تحقيق العدالة في الأجور والمعاشات والدول الاحتياجات الخاصة والمطالبات بإصدار قانون موحد للأجور ورفع التمييز بين العاملين